في سابقة سياسية أولى من نوعها في تاريخ العراق اتفقت الكتل السياسية الأربع الفائزة في انتخابات السابع من آذار الماضي على تكليف مؤيد البدري أشهر الشخصيات الباقية في العراق الجمهوري بتشكيل حكومة تكنوقراط غير خاضعة لما يعرف بالتوافق وهو النهج الذي اتبع في حكم العراق بعد العام 2003 ويقوم على اشتراك ممثلي المكونات الثلاث من شيعة وسنة وكرد في إدارة النظام السياسي طبعا ما تابعناه أعزائي المشاهدين هذا كان واحدا من أشكال الدعابة ببغداد في الأول من نيسان الذي التصقت به الكذبة المعروفة ولكن زميلنا أحمد عرام نقل الأول من نيسان إلى مدار اختبر فيه سياسيين معروفين المفارقة أنهم أطلقوا تصريحات نارية كرد فعل على أخبار هي أخبار من سلسلة كذبة نيسان امتناع السياسيين العراقيين عن شغل منصب رئيس الوزراء وعدم رغبتهم بالتنافس فيما بينهم لنيل هذا المنصب سعيا للمصلحة العامة للبلد رغم النتائج المتقاربة التي أفرزتها الانتخابات قد ينذر بتأخر تشكيل الحكومة المقبلة الأمر الذي أثار امتعاض وحفيظة المواطنين منتقدين زيادة جرعة الزهد لدى السياسيين لنيل هذا المنصب على حساب مصلحة البلد وشعبه المشكلة هي السياسيين يعني واحد يذبها برأس الله هذا يقول لها تقدم الشعب أحسن هذا يقول لها تقدم الشعب أحسن فاش وقت إن شاء الله تفضع هذا المعروف كل سياسي يجمر لرئاسة الوزراء على الآخر وهذا منتهى الأخلاق يعني أنه الأخلاق السياسيين نضجوا ووصلوا إلى مستوى أنه يخافون يجرحون شعور المواطن خاف ما يقدم لها خدمات فأني أقول أنه الانتخابات هي قرار شعب وعليهم احترام هالقرار هذا عليهم احترام هالقرار قرار هذا الشعب أما واحد يشمرها على واحد فخلي نكون أكثر واقعين وخلي واحد يأخذه والله كريم الكتل السياسي الكبير الفائزة يبدو أنها توصلت إلى حل أو اتفاق علّه يصعفهم من نقمة المواطنين الاجتماع الأخير الذي ضم رئيس الجمهورية جلال الطلباني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي توصل الطرفان خلاله على حصول علاوي على رئاسة الجمهورية وطالباني لرئاسة البرلمان وأن يحظى رئيس الوزراء نور المالكي بولاية ثانية على أن يعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي يجمع الأطراف الثلاثة مساء اليوم الخميس رغم اعتراض بعض الأطراف السياسية عليه إذا كانت دقيقة فهي كارث عليهم ولينا لأننا حقنا واضح ولسه الذي يطالب به بل هي الشارع الذي يطالب به لأنه لا يعقل أن يكون هكذا توجيه فإن العرب السنة الذين هم رئيس الرمح في العملية السياسية والذين ضحوا يعني بدلوا الكثير إلا أن تكون هي هذه المؤامرة العربية الأمريكية التركية على عرب السنة وهم لا يعلمون لأن الأطمئنان لا مكون على تباردول السنة دا يدعمون السنة هي المؤامرة دائما تأتي من الصديق هذه الأفكار فعلا موجودة وطرحات في إيران بوجود المستشارين الإيرانيين هذه الأفكار كلها تدور حول نقطة واحدة هي تقاسم السلطة بين الكل أي العودة إلى مربع المحاصصة والعودة إلى مربع ما يسمى بالتوافق السياسي أي إلغاء القيب الديمقراطية وإلغاء مفهوم البرلماني العراقي وهذا أمانة أنا أقول هذا تمهيد لمشروع بايدن هذه الفوضى السياسية ردود أفعال السياسيين المتشنجة هذه وسخرية المواطنين قد تعكس واقع المشهد السياسي وما يعيشه من صراع بين الكتل رغم إن الغاية كانت مجرد مزحة أو دعابة تمارس في الأول من نيسان من كل عام تحت مسمى كذبة نيسان اليوم كل عام أنت بخير اليوم شهر نيسان فهي أردنا أن نأخذ كذبة نيسان نعم نسمح لنا بالنشر هذا نلغي كلها لا إنشرة هي كذبة نيسان بعد يؤسفني أن أقول فعلا شيء محزن أن يكون مستوى التفكير السياسي لحل الأزمات على مستوى كذبة نيسان استاذ عبد الخالق أسألك مع كل الاحترام لشخص السيدين الكريمين محمود المشهداني ومثال آلوسي إلا أنهما أطلق تصريحات قوية لمجرد نقل المراسل لهم أخبار بدت مختلقة طبعا بحسب ضرورة كذبة نيسان بالطبع كان من الممكن أن نسمع تصريحات أقوى من سياسيين آخرين غير السيدين المشهداني والآلوسي أسألك ما الذي يعنيه هذا لجهة الكشف عن الطريقة التي يطلق فيها السياسيون العراقيون تصريحاتهم ومبدأ الصدقية في معلومات كانت تصل إليهم ويقومون ببناء مواقفهم اعتمادا عليها دعني أقول بالبداية أن ذلك يعبر عن المزاج السائد بين النخبة السياسية في العراق وهو مزاج متشنج على العام الأغلب سواء كان السياسيين الذين صعدوا في هذه الانتخابات وحصلوا على أصوات كبيرة أو السياسيين من مستوى الأمثلة المذكورة والذين للأسف لم يحصلوا على شيء يذكر في هذه الانتخابات مزاج متشنج هو ميز أداء نخبنا السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم وأنا مرة من المرات كتبت في جريدة العالم أيضا عن هذا الموضوع تحديدا وعن ندرة الابتسامة لدى سياسيين من مختلف مشاربهم وأن ألوانهم وأطيافهم أنهم لا يبتسمون على الإطلاق أمام الكاميرات وهذا شيء محير بخصوص كذبة نيسان حقيقة بودي أنا أعلق أخذ من وقت البرنامج دقيقة واحدة كنا في هيئة تحرير جريدة العالم في يوم الأربعاء الماضي كنا في اجتماع هيئة تحرير لمدة تقريبا ساعة نبحث عن اسم عراقي التكنقراط يستطيع أن يكون ممثل لكل العراقيين يستطيع أن يكون اسم متفق عليه من قبل الجميع المفاجئة أننا لم نجد أسماء كثيرة من الممكن أن نحصل عليها اتفاق من قبل العراقيين نحن في الجريدة بحدود 20 شخص يعني استطعنا أن نصل إلى مؤيد البدري بوصفه مواطنا عراقيا استطاع أن يلم عنده جميع أبناء الشعب العراقي وهذه محنة أننا في الخمسين سنة الأخيرة لم نستطع زعامات لم نستطع إنتاج زعامات عليها اتفاق عراقي ولم نستطع أنضاج فكرة التكنقراط أيضا بالعراق مما يؤهل هذا القطاع الواسع من العراقيين لأن يجدوا فيهم حقيقة زعامات تلبي آمالهم وتلبي طموحاتهم بعراق جديد ومتغير ومختلف شكرا أستاذ عبد الخالق حقيقة يعني يحسب للأستاذ مؤيد البدري أبو زيدون يحسب له فضيلة أخرى أنه على الأقل كان نقطة اشتراك بين العراقيين